في وسط طريق المصنع اختارت القوى والحركات الإسلامية أداء صلاة الجمعة وتنفيذ اعتصامها احتجاجا على استمرار توقيف عبدالقادر عبدالفتاح الملاحق بأعمال تخريبية فهذه القوى لا ترى أسباب وجيهة تستدعي توقيفه لذا عمدت في خطوة أولى إلى قطع طريق المصنع لبعض الوقت وسط خطاب شديد اللهجة عبر عنه الشيخ داعي الإسلام الشهال الذي شارك في الاعتصام وبعد أن اتخذ القرار من ولاية الفقيه في طهران فكلمة العقلاء في كل لبنان تداس تحت الأقدام أما نحن أهل السنة في لبنان سنواجه الكفر سنواجه الطغيان سنواجه الظلمة في كل مكان والله العظيم سنواجهكم بإذن الله هذا التحرك الذي ترافق مع إجراءات أمنية مشددة لن يكون الأخير بحسب المعتصمين بل مقدمة لتحرك أوسع في حال لم يفرج عن عبد القادر عبد الفتاح في أسرع وقت ممكن